اشتركوا في القناة ولي العهد يستعرض العلاقات التنائية بين البلدين وافاق التعاون مع عدد من رؤساء دول قمة العشرين قادة دول مجموعة العشرين يستعرضون تحديات الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي وسبول مواجهتها كما تشاهدون ايضا المملكة قوة عربية فاعلة في مجموعة العشرين ضمن كبرى اقتصادات العالم اهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للملك بليب ملك مملكة بلجيكا بمناسبة ذكرى يوم الملكي لبلاده ترأس صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد المملكة في اعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي في جمهورية اندونوسيا كان في استقبال سمو ولي العهد فور وصوله مقر انعقاد القمة فخامته الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونوسيا اضم الوفد الرسمي في القمة صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مستشار الامن الوطنية دكتور مساعد العيبان وزير التجارة وزير الإعلام المكلفة دكتور ماجد القصبي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير المالية محمد الجدعان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الصحة فهد الجلاجل وخلال أحمال قمة دول مجموعة العشرين كدر رئيس لندنوسيا أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة من الأزمات مبينا أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية أحث الرئيس لندنوسي على عدم إدخال العالم في الحروب مشددا على أهمية الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية وعلى هامش القمة التقى سموه للعهد بفخمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاق التعاون في شتى المجالات إلى جانب بحث المسجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها كما التقى سموه للعهد بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدة لنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة واجر خلال اللقاء تبادل الحديث الودي واستعراض العلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاتمام المشترك كما التقى سموه للعهد دولة رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإن لندا الشمالية السيد ريشي سونك أجر خلال اللقاء استعرض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات لجانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها كما التقى سموه للعهد بمدير صندوق النقد الدولية السيدة كريستالينا جوراكيهيفا واجر خلال اللقاء استعرض مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق اعتباد للأراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك هذا وحققت المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين العديد من الاهداف التي تخدم المنطقة والعالم وبدلت جهودا واضحة لتحقيق التوازن للاقتصاد العالبي نتابع هذا التقرير بمكانتها السياسية واتقل الاقتصادي تلعب المملكة دورا قويا وفاعلا في مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم ومن موقعها في الجي توينتي تعمل السعودية جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الجي توينتي لدعم الاقتصاد العالمي فالمملكة الدولة العربية الوحيدة في مجموعة الكبار ما يجعلها جسر التواصل الذي تعبر عليه قضايا دول المنطقة إلى المنتدى الدولي المؤثر وخلال رئاستها لكمة العشرين عام 2020 حملت المملكة راية واحدة من أفضل نسخ اجتماعات المجموعة الدولية رغم كل التحديات التي تخللت هذا العام من الجائحة التي أصابت العالم وما تطلبته من عمل دولي منسق كانت السعودية في القلب منه بدعوة القادة إلى قمة استثنائية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومديد العون لمنظمات الدولية بسخاء لمواجهة كورونا كل ذلك لم يشغلها عن هدفها الرئيس في تلبية النداء العالمي للتصدي للتحديات القرن الحادي والعشرين عنوان رئاستها للجي توانتي ستوزول المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول لأعضاء خاصة أعضاء الترويكا دولة اليابان وإيطاليا لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين وتمتلك السعودية واحدة من أكبر الصناديق السيادية في العالم وهو الثاني على مستوى المجموعة مع احتياطيات من مالية ضخمة تأتي في المرتبة الخامسة لدول العشرين وتقود المملكة استراتيجيات التوازن لأسواق الطاقة العالمي خصوصا بظل تطورات الجيو السياسية التي خلفت تقلبات ومنعطفات تهدد الإمدادات بظل دورها الريادي والتاريخي في الحفاظ على أسواق طاقة متوازنة مع حرصها على تحقيق مبدأ التنمية المستدامة وللحديث أكثر المشاهدين الكرام حول هذه القمة قمة مجموعة العشرين يسرنا أن يكون معنا في الأستوديو الدكتور محمد مكني أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية أهلا وسهلا بكم دكتور محمد ابتداء ثم دكتور محمد تنعكد قمة مجموعة العشرين والعالم يعيش متغيرات اقتصادية مهمة كيف سيتناول القادة برأيك وحسب توقعاتك هذه المتغيرات وكيف ستكون طريقة التعامل معها طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما في شك أنه مجموعة العشرين يعتبر أكبر نادي اقتصادي يجتمع فيه حوالي 80% من ناتج المحلي العالمي وأكثر من 60% من عدد السكان لهذه الدول العشرين أنا أعتقد أنه هذه من أصعب القمم وأعتقد أنها تكون قمة استثنائية زي ما ذكرت جاية في ظروف استثنائية الأحوال العالمية والاقتصاد العالمي ليست في أفضل أحوالها هناك الكثير من الأزمات الاقتصادية إذن عندنا كثير من التحديات يمكن حتى شاهدنا اليوم في افتتاح القمة الرئيس الاندونيسي كان أشار لمسألة توقعاتهم للعام 23 التي ليست توقعات متفائلة كثير ويعتقد أنها ستكون عام ليس جيد على دول العالم واقتصاداتها الحقيقة هذا الكلام حقيقة اليوم لو ناخذ بشكل سريع أغرب التحديات التي تواجه العالم التضخم العالمي تحدي كبير جدا و لا زال يحاول اقتصادات العالم السيطرة عليه لكن لا يوجد أي جدوى أو حتى المحافظة في مستويات محددة لكن هناك صعوبة المشاكل الجوي السياسية المنتشرة اليوم عندنا الحرب الروسية الأوكرانية والأثار الغير مباشرة التي تتسبب بها من حيث أزمة الغذاء في كثير من الدول وخصوصا الدول الفقيرة ارتفاع أيضا مستويات الأسعار الطاقة و نحن نعرف العقوبات الأوروبية التي فرضت في فترة الحرب الروسية الأوكرانية على روسيا و روسيا واحد من كبرى منتجين النفط و أيضا أحد أعضاء أوبيك بلس أيضا الأحداث الأخيرة عندنا اليوم الكوريتين كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية و التجربة النووية التي أثارت الكثير حقيقة من المشاكل و تخلق أيضا أزمات اقتصادية التحدي أو خلنقول الحرب الباردة بين الصين و الولايات المتحدة أيضا من الأزمات الاقتصادية التي نشاهدها بتقود أيضا إلى أزمة اقتصادية بشكل غير مباشر إذن هناك العدد من الحقيقة من الأزمات الاقتصادية الغريب أننا نعرف أن مجموعة العشرين هي عقدت و قيمت من أجل أنها تعالج الأزمات الاقتصادية و المالية لكن اليوم هناك مطالبات أيضا من بعض أعضاء مجموعة العشرين أنه يتم التطرق لبعض الأمور السياسية وهذا ما يرفض أيضا طرف آخر على طاولة قمة العشرين إلا أنه أنا أعتقد اليوم الفصل بين السياسة والاقتصاد أمر صعب لأن الأحداث السياسية قاعدة تفرض أجندتها وبالتالي قاعدة تؤثر بشكل كبير على الأزمات الاقتصادية الموجودة وخليني أكون أكثر صراحة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد الولايات المتحدة تحاول أن تسيطر على التضخم أو أن تحتوي التضخم وتسير في مسألة التشدد السياسة النقدية لديها برفع سعار الفائدة لكن حتى الآن حقيقة ما جانت الثمار المطلوبة واليوم سنصل إلى نهاية العام 22 والتفاؤل ليس بكبير بمسألة السيطرة أو احتواء التضخم لذلك أيضا هناك أزمات متتالية اليوم أزمة الغذاء خصوصا في الدول الفقيرة أصبحت مشكلة كبيرة وأيضا أزمة الديون تفاقم الديون بشكل كبير في كثير من الدول دون أن نجد حلول مثل هذا النوع نعم دكتور يعني هناك مصطلح تعاملت معه القمة قمة العشرين وهو الاقتصاد الرقمي ماذا يقصد بالاقتصاد الرقمي أولا وكيف سيكون أو ستكون رقمنة الاقتصاد من خلال هذه القمة ما في شك اليوم يمكن التحول الرقمي في كل شيء على مستوى الاقتصاد وفي غير الاقتصاد اليوم الأتمة أصبحت أمر ضروري لذلك العالم يتجه إلى أن يكون هناك يعني الاستثمار وفتح مجالات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي بحيث أن يكون هو خلينا نقول القائد القادم يعني الاقتصادات العالمية لكن هذا التوجه الحقيقة مشروطا أعتقد بأن يكون هناك استقرار في العالم متى ما أردنا أن ننجح في الجانب الاقتصادي بشكل جيد يجب أن يكون هناك استقرار أيضا لابد أن يكون هناك النظر بعين زيادة الانتاج أصبح لدينا اليوم عز في الانتاج في العالم ليست المشكلة اليوم فيما يحدث من التضخم أعتقد فقط أنه هي مسألة كيف ممكن نعالجها برفع سعار الفائدة حتى مستويات الانتاج اليوم الدول الصناعية الدول الكبيرة التي تنتج السلع والخدمات أصبحت تعاني من كميات الانتاج فالانتاج ليس مثل السابق وهذا لا يوجد شك سيضاعف المشكلة منتجين النفط أيضا في الجهة المقابلة المنتجين النفط في أكثر من تصريح لأوبك أوبيك بلس يحاولون أن يدعو إلى أن يكون هناك مزيد من الاستثمارات في استخراج الطاقة لأهميتها الحقيقة لكن لا يوجد حقيقة إقبال كبير من المستثمرين خصوصا في هذا الوقت وقت الأزمات وهذا الظرف بالتحديد وبالتالي أنا أعتقد كل هذه الأمور لا ستساعد كثيرا في أن يكون هناك خلينا نقول تفاؤل في المستقبل أو خلينا نقول في عام الثلاثة وعشرين بالتحديد بحكم أنه هو العام المقبل علينا ما رح نشوف الحقيقة أنا أعتقد التفاؤل الكبير للاقتصادات العالمية ما لم يكون هناك فعلا العمل بقرار واحد يجب أنا أعتقد أن يكون هناك اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي أولا بعيد عن المصالح خلينا نقول والتحديات الجيوسياسية لأنه ضرر كبير جدا على الاقتصادات وخصوصا على الاقتصادات زي ما ذكرنا الناشية والاقتصادات النامية التي هي تعاني بسبب الخروج لا زالت يعني بسبب جائحة كورونا التي لا زالت تضع أو تلقي بضلالها على كثير من الاقتصادات الموجودة نعم الدكتور محمد مكني وأنت أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كنت معنا في هذه النشرة شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة وعلى هذا الضرح ونلتقيك إن شاء الله بإذن الله تعالى في مناسبات قادمة شكرا جزيلا لك للمملكة دور محوري في مجموعة العشرين وذلك لمكانتها الإقليمية والدولية وموقعها الرابط بين ثلاث قارات نتابع هذا التقرير ومع مشاركة المملكة في قمة بالي 2022 يبرز دورها المحوري ومكانتها الإقليمية والدولية وموقعها الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ما يجعلها حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة مع الأولوية القصوى التي توليها للتعاون الدولي من أجل تمكين الإنسان وخلق بيئة ملائمة لمستقبل نعم فيه النمو والازدهار وهو ما أكدت عليه جهودها ورسائلها خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين رؤى واضحة لكل القضايا العالمية تركز على الأمن والسلم الدوليين تحملها المملكة دائماً وتبذل من أجلها جل جهودها واهتمام بقضايا المناخ والبيئة والأمن الغذائي بتعزيز الجهود التعاونية إقليمياً وعالمياً إداف المرجوة من مبادرة شقص الأخضر الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والإسهامات الفعالة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول لأهداف المناخية العالمية وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار التفاقيات الدولية ضد الصلاة البحث عن حلول لقضايا المستقبل باستراتيجيات جريئة وطويلة المدى مع التأكيد على نقل التقنيات وتنمية الإبتكارات استادفات وبرامج لرؤية عشرين ثلاثين تتماشى مع أهداف مجموعة العشرين كما أن لدى المملكة خبرات تفيد العالم من أجل عيش مزدهر في ظل تصدرها معدلة النمو مع أفاق اقتصادية وعدة مجدداً تنعقد قمة العشرين والعالم يمر بظروف جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة لن يتخطاها إلا بالتعاون وتنسيق الجهود وهو ما تشدد عليه المملكة دائماً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وللمزيد حول هذا الموضوع وحول القمة يلتحق بنا من بالي مباشرة مرسل أخبار السعودية زمير خالد العويد خالد أهلاً وسهلاً بك ابتداء ثم أنا بس أتأكد أنت تسمعني أو لا خالد لكن إذا كنت تسمعني يا خالد فضعنا في أجواء القمة خالد تسمعني أظنك نعم جداً إذن ضعنا في أجواء القمة خالد وقلنا عن أبرز مستعرضاتها وما تم فيها وما تناولته أيضاً من أجندة وملفات حتى هذه اللحظة تفضل خالد الصوت والصورة معك كل تحية لك يوسف انتهى اليوم الحافل الأول من أعمال قمة مجموعة العشرين الذي يعقد هنا في جزيرة بالي الأندونسية في ختام رحلة تسلمتها أندونسيا طوال عام 2022 وتحديداً من عام من ديسمبر عام 2021 حينما تسلمت الرئاسة من إيطاليا اليوم تتويج لكل هذه الجهود التي قامت بها أندونسيا في رئاستها لهذه المجموعة في ظل تحديات كبيرة نستذكر بها التحديات التي مرت على دول مجموعة العشرين أثناء تسلم المملكة لرئاسة هذه المجموعة في عام 2020 وما أغطلق عليه عام الجائحة والمبادرات التي قدمتها المملكة للخروج والتعافي تعافي ليس فقط دول العالم النامي والاقتصادات الضعيفة ولكن حتى دول العالم المتقدمة التي تأثرت كثيراً بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية تحديات إضافية هذا العام تضاف إلى التحديات الاقتصادية ولا شك أنها هي جيوسياسية بامتياز بحكم التغيرات التي طرأت خلال الأشهر القليلة الماضية على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي اليوم عقدت ثلاث جلسات في أعمال قمة مجموعة العشرين بدأت بالجلسة الافتتاحية التي بدأها الرئيس الأندونيسي بكلمة الافتتاح التي رحب بها بالجميع وعبر عن أمله في أن تخرج هذه القمة بنتائج ترضي أيضاً سعي أندونيسيا لنجاح قمة مجموعة العشرين رغم كل التحديات التي مرت بها جلسات أيضاً مغلقة شهدتها هذه القمة ولقاءات ثنائية عقدت اليوم في غاية الأهمية العلنة نشير إلى اللقاءات التي أجراها ولي الأهد الأمير محمد بن سلمان والتي بدأها بلقاء ثنائي مع الرئيس التركي وبعد ذلك رئيس الصندوق النقد الدولي وأيضاً رئيس دولة الإمارات وكذلك رئيس الوزراء البريطاني الذي عبر عن أمله في أن تأخذ العلاقات السعودية البريطانية أفاق أبعد من خلال المرحلة القادمة يوسف يعني التحديات التي أشرنا إليها ظهرت اليوم في الكلمات التي استمعنا إليها وكانت واضحة من خلال حديث الرئيس زيلينيسكي والذي تحدث إلى القمة عبر الفيديو في جلسة مغلقة ثم رئيس أو عفواً وزير الخارجية الروسي الذي تحدث أمام القادة وعبر عن تخوفه وارتياب أيضاً موسكو من تسييس بعض الدول للبيان الختامي الذي سيصدر غداً والذي ظهرت بوادر هذا البيان أو مسودة هذا البيان هذا اليوم والتي تدين في معظمها أو معظم الدول أدانت كما شارت المسودة الحرب أو الغزوة الروسي لأوكرانيا إضافة أيضاً إلى رغبة الدول الملحة بالخروج أيضاً توافق فيما يتعلق بأمن الغذاء وأمن الطاقة إضافة إلى أن العالم أجمع لا يريد حرب باردة أخرى ما بين المعسكرين الشرقي والغربي وبالتالي اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس بالرئيس الصيني حمل معه أمال كبيرة ليس فقط للولايات المتحدة والصين بل لدول الاتحاد الأوروبية أيضاً وهي معنية بشكل كبير بهذا الأمر في طي صفحة الخلافات التجارية الكبيرة والهوة الواسعة التي جمعت أو كانت ما بين الولايات المتحدة والصين في حقبة ماضية من خلالها أيضاً تسعى الولايات المتحدة ربما كأحد أهدافها للضغط على روسيا من خلال هذه العلاقة والتقارب مع الصين غداً بإذن الله يوسف ستستكمل هذه القمة بجلسات أخرى ستبدأ منذ الصباح الباكر وكلمات أيضاً سنستمع إليها من القادة المشاركين في هذه القمة إضافة إلى لقاءات ثنائية مرتقبة الهند تحدثت عن تطلع الهند إلى لقاء رئيس الوزراء الهندي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان إضافة أيضاً إلى لقاءات ثنائية أخرى ربما تجمع القادة يوم الغد وأيضاً أحاديث جانبية كانت واضحة وشاهدناها اليوم عبر الشاشات قبيل أن عقادة الجلسة الافتتاحية جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعديد من قادة دول العالم نعم يوسف نعم زميل خالد العويض وأنت مرسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من مالي شكراً جزيلاً لك خالد على هذه الإضافة وعلى هذا التنوير وعلى هذه الألحاطة حول قمة مجموعة العشرين شكراً جزيلاً لك مرة أخرى كما ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياضة المحلل السياسي الأستاذ سلمان الشريدة أستاذ سلمان أهلاً وسهلاً بك ابتداء إلى نشرة الظهيرة ثم سلمان يعني تنعقد هذه القمة قمة العشرين والعالم يمر بعدد من المؤثرات والأحداث التي قد تأخذ العالم إلى منحنا لا يراد حقيقة كالحرب الروسية الأوكرانية كمثال برأيك أستاذ سلمان يعني كيف ستتعامل هذه القمة مع هذه التخديات أهلاً بك وأهلاً بي سيدات أستاذ المشاهدين أولاً في البداية مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الأندنسية وبوفد رفيع المستوى بقيادة صاحب السمو والملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحضور قادة الدول الأعضاء يؤكد على أهمية هذه المجموعة وكذلك تأتي هذه القمة في توقيت مهم وحرج نظراً للمتغيرات سواء السياسية والجو سياسية والتي يمر فيها العالم نحن نعرف أن العالم اليوم يمر في منعظف خطير وأعتقد أن الاسم ولي العهد تأثير كبير وفعال في المشاركة الإيجابية خلال طرح العديد من الملفات والتهديات التي يواجهها العالم نحن نعلم أن العالم اليوم يواجه عدد من أزمات منها ما يتعلق في أمن الطاقة وأيضاً الأمن الغدائي وأيضاً التغير المناخي والتأثيرات الاقتصادية بكل تأكيد نتج عن ذلك عدد من الصراعات السياسية بين عدد من دول الأعضاء ولعل هذه القمة تخرج بمخرجات نتفاعل بأن تكون إيجابية يراعى فيها كافة الدول الأعضاء مصالح الجميع والوقوف أمام هذه التحديات وأنا أعتقد إذا ما تم العمل بجدية للوصول لحلول تساهم في صناعة القرار في العالم الذي بكل تأكيد ينعكس على الاقتصاد وهذا أمر مهم جداً اليوم العالم يمر بتحديات عديدة نظراً للصراع الروسي الأوكراني والذي شارك فيه عدد من الدول الأعضاء في المجموعة وأنا أعتقد أن المشاركة الإيجابية وأيضاً عدد من الأعضاء يقفون موقف الحياد أعتقد أنه سوف يكون لهم إسهام إيجابي في حال حالة العديد من القضايا سمولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحظى بثقة كبيرة بين كافة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وأعتقد أن دوره سيكون مهم في حال حالة العديد من القضايا المطروحة على طاولة القمة طبعاً هذا سوف يكون بكل تأكيد بتضافر الجهود وكذلك أيضاً بتاعاون نعم أنا كنت سأسألك في خضم هذه القمة عقد سمولي العهد عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدداً من قدة الدول برأيك كمحلل سياسي كيف سيكون أثر هذه اللقاءات الثنائية في دعم والتأثير إيجاباً على ملفات القمة وأجندتها طبعاً بكل تأكيد كما أسلفت سمولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحظى بثقة كبيرة مع كافة وعلاقات جيدة ورائعة مع كافة دول أعضاء المجموعة مجموعة العشرين وأعتقد أن دوره سيكون مهم جداً نظراً لثقل المملكة الاقتصادي والسياسي وأيضاً دوره الإيجابي في هذه الأزمة على سبيل المثال ما حدث من التطاوض مع الأطراف النزاع في الرجوع عدد من الأسرة ولعل حلحلة العديد من القضايا المطروحة على طاولة القمة وكذلك أيضاً لقاءات الثنائية التي جمعت سمولي العهد مع عدد من قادة الدول الأعضاء سوف تكون لها الأثر الإيجابي طبعاً سوف يكون هناك أيضاً تعاون مع الرئيس الأندنوسي الذي هو أيضاً يقود بلاده بإدارة سياسية متوازنة وهذه أيضاً تتوائم بكل تأكيد وأعتقد أن هذا سوف يجعلنا اليوم نشعر بتفاؤل وترقب العالم وأعتقد أن جميع شعوب العالم يترقبون لهذه القمة أن تكون لها نجاح كبير وتاريخي إذا ما تم الاتفاق لحلو السياسي نعم المحلل السياسي لأستاذ سلمان الشريدة شكراً جزيلاً لك أن كنت معنا في هذه النشرة تشارك المملكة في قمة مجموعة العشرين في أندنوسيا بالارتكاز على ثقلها السياسي والاقتصادي وكذلك كونها المصدر الأول للنفطي والضامن لاستقرار أسواق الطاقة نتابع هذا التقرير تشارك المملكة هذا العام في اجتماعات مجموعة العشرين من مركز يعد الأكثر تقدماً ضمن دول المجموعة حيث استطاعت المملكة القفز 39 مرتبة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الخدمات الإلكترونية كما جاءت المملكة ضمن أفضل الدول التي حققت تقدماً على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة إذ تشغل المرتبة الثانية والثلاثين بنسبة 82% هذا العام وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد شهد استمراراً في نموه هذا العام مسجلاً نمواً بلغاً ثمانية وستة عشر في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من عام 2021 ما يجعل معدل نمو الاقتصاد السعودي هو الأسرع من بين دول مجموعة العشرين والاقتصادات الكبرى وكان تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أظهر تربع السعودية على عرش دول مجموعة العشرين من حيث معدل النمو خلال عام 2022 بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في شهر يوليو وتأمل المملكة من خلال هذه المراكز والأرقام المتقدمة ومن خلال مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات واللجان الوزارية وانتهاءاً بلقاء القادة أن تقوم دول مجموعة باتباع نهج تعاوني مشترك لمواجهة تحديات المستقبل من خلال سياسات فعالة ومؤثرة وقابلة للتطبيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تأتي قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة بالي في اندونوسيا وخلال الاجتماع السنوي لقادة المجموعة وسط تحديات متعددة ومتغيرات سياسية واقتصادية كما تأتي هذه النسخة بعد عامين من استضافة المملكة للقمة العالمية في 2020 نتابع هذا التقرير تشكلت عام 1999 لتوحد جهود اكبر عشرين اقتصاداً راسخاً في العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وفي عام 2022 لم تقل الازمات المتلاحقة التي تعصف بالعالم التي من اجلها اسست هذه المجموعة لمواجهتها لتأتي قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة بالي في اندونوسيا خلال الفترة من الخامس عشر حتى السابع عشر منوفمبر الجاري في وقت يشهد العالم ازمات وتحديات عديدة فمن حرب اوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الى جانب تداعيات جائحة كوفي التسعة عشر وصولاً الى ازمة تغير المناخ والتنافس الامريكي الصيني تتجه الانظار الى تلك الجزيرة الواقعة جنوب شرقيه اسيا لترقب ما ستصفر عنه اجتماعات ذلك المنتدى الدولي الذي يشكل اعضاؤه ثمانين في المئة من اجمالي الناتج العالمي وتضم المجموعة تحديداً الاتحاد الاوروبي واتسع عشرة دولة وتدريجاً تطورت قمتها السنوية التي تجمع زعماء دول المجموعة الى منتدى الرئاسي لمناقشة الاستقرار الاقتصادي والمالي الدولي اضافة الى القضايا العالمية الملحة الاخرى وادت الاجتماعات الثنائية على هامش القمة في بعض الاحيان الى اتفاقات دولية كبرى وخلال الاجتماع السنوي لقادة المجموعة تجرى مناقشة القضايا الاقتصادية وتنسيق السياسات في شأن الامور ذات الاهتمام المشترك والازمات والقضايا الدولية وتأتي هذه النسخة بعد عامين من استضافة المملكة للقمة العالمية في عام 2020 عام كورونا اشد الاعوام قسوة على الكوكب بعد الحرب العالمية ونتج عن تلك الاستضافة قرارات حاسمة حافظت على اقتصاد الكوكب من الانهيار اشتركوا في القناة وفي خبر وردنا الان رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل صعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر الامامة في مدينة الرياض وطلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الايام الماضية ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد من فخمة رئيس الجمهورية الفرنسية استعراض المجلس مجموعة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الاقليمية والدولية ومجتملت عليه من ابراز حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول العشرين وكذا دورها المحوري في الاقتصاد العالمي وضمان استقرار وتوازن أسواق الطاقة والعناية بالعمل الإنساني والإغاثي وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة دكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء نوه بما توليه المملكة من اهتمام لترصيخ ريادتها في مجال العمل المناخي ويتجل ذلك في المشروعات والمبادرات النوعية التي أعلن عنها في النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء مستهدفة خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوية وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة وتحويل 30 من مئة من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030 إضافة إلى إطلاق مركز للاقتصاد الكربوني وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وطيرة خفض الانبعاثات واستضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023 وعد المجلس عقادا منتدى الدولي للأمن السبراني في نسخته الثانية في مدينة الرياض وما شهدته أعماله من نقاشات مثمرة والتوقيع مذكرات تفاهم تأكيدا على دور المملكة عالميا في دعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة وفتح يفاق رحب لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الصلة وطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على من تهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا التباحث مع الجانب الإرلندي في شأن مشروع مذكرة التفاهم في شأن المشاورات السياسية ثانيا الموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التيلندي ثالثا التباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي رابعا التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال العدلي خامسا التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية سادسا التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات سابعا الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال السياحة مع جمهورية سيشيل ثامنا التباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة تاسعا التباحث مع الجهات المغنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة غاشرا التباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الأغلامي حاد عشر تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية الواردة في الفقرة ثلاثة من المادة الثانية من تنظيم الصندوق لمن دعمهم الصندوق مسبقة لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون ثلاث سنوات بدلا من سنتين ثان عشر الموافقة على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي ثالث عشر تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة رابع عشر الموافقة على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات اللاتية التمريض والصيدلة والتخدير والقبالة والمختبرات والأشعة التشخيصية وتقنية الأشعة التشخيصية والإصعاف الخدمات الطبية الطارئة والعلاج الطبيعي والنطق والتخاطب والعلاج التنفسي والتغذية التغذية العلاجية الوردية وتروية القلب والسمعيات وتجبير العظام وسحب الدم والبصريات وفني غرف العمليات خامس عشر اعتماد الحسابين الختميين للهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا والهيئة السعودية للفضاء لعام مالي سابق سادس عشر الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين الخمسة عشر والربعة عشر وذلك على النحو التالي تعيين الدكتور عبد الحكيم بن محمد بن عبد العزيز العجلان على وظيفة مدير عام بالمرتبة الخمسة عشر بوزارة الحرس الوطني ترقية شعبان بن عبدالله بن عبدالرحمن عصيري إلى وظيفة وكيل أمين بالمرتبة الخمسة عشر في أمانة منطقة المدينة المنورة ترقية محارب بن منصور بن ناصر المطيري إلى وظيفة وكيل أمين بالمرتبة الخمسة عشر في أمانة المنطقة الشرقية ترقية المهندس محمد بن ابراهيم بن سعد الخريف إلى وظيفة مستشار أول تخطيط مدن بالمرتبة الخمسة عشر في أمانة منطقة الرياض ترقية أسامة بن محمد بن عبدالله البراهيم إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخمسة عشر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترقية عبد المحسن بن ناصر بن عبدالله داود إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشر بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للترفي والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والديوان العام للمحاسبة والمركز السعود لكفاءة الطاقة وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة عدد من الدول الأسيوية من منطلق حرص المقام الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة واستجابة للدعوات المقدمة لسموه اوضح الديوان الملكي أن سمو ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة قادة تلك الدول وعددا من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك هذا وتأتي الجولة الأسيوية الجديدة للسمو ولي العهد والتي تنطلق من اندونسيا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العمق الأسيوي وانطلاقا من التوازن الدقيق للمملكة في صياغة تحالفاتها السياسية التنموية والاقتصادية نتابع هذا التقرير بلورة الخيارات الاستراتيجية للوصول إلى تفاهم مشترك حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية أحد المحاور المهمة التي تشكل في مجموعها أسس سياسة المملكة الخارجية وجولات ولي العادل أمي محمد من سلمان تطلق آثاقا جديدة لعلاقات السعودية في العمق الأسيوي علاقات مبنية على المشتركات الحضارية والثقافية الاقتصادية والسياسية وإدراكا لثقل المملكة اقتصادية وسياسيا وجغرافيا تتطور العلاقات السعودية الأسيوية سريعا مع تحليقها إلى مراحل واعدة تجاه التنمية والمستقبل عهد جديد من العلاقات السعودية مع دول شرق آسيا أسسته زيارات ولي العهد مع ترسيخ التعاون لتعزيز المكتسبات وتنوع قاعدة الاقتصاد الوطني باتفاقات تجارية صناعية تكنولوجية وفي مجالات الطاقة المتجددة وبما يدعم المصالح المشتركة وزيارة عدد من الدول الأسيوية لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال عهد الملك سلمان تعمقت علاقات المملكة بالدول الأسيوية خصوصا في ظل رؤية عشرين ثلاثين والتأسيس لشراكات دولية لتحقيق أهدافها جولة خادم الحاربين الشريفين الأسيوية عام 2017 أكدت على سياسة السعودية في إقامة علاقات متوازنة تراعي المتغيرات الدولية والتعاون مع القوى الصاعدة عالميا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية انطلاقا من التاريخ الذي يجمع المملكة بتلك البلدان في أخبار المناطق أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جزان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء في محافظات القطاع الجبلي في جزان في شتى المجالات استعرض خلال ترأس اجتماع عضاء مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية الخطط التطويرية والتنموية لمحافظات القطاع الجبلي وآليات تنفيذ المشروعات التنموية والسبول الكفيلة بإنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز العقبات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام كما رأس سمو أمير منطقة جزان الاجتماع التحضيري الأول لمرجان جزان الشتوي شتى جزان الفين وثلاثة وعشرين واستعرض خلال الاجتماع استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها للميرجان الذي سينطلق مطلع يناير القادم وما يجتمل عليه من أنشطة وفعاليات تشمل تخصص مواقع للتسوق والأسر المنتجة والحرف اليدوية والفعاليات الثقافية والرياضية والعروضة المسرحية والبرامج الموجهة للأسرات والطفل في المهرجان التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالرئيس التنفيذي لدارة الملك عبد العزيز تركيا الشويعر متمنيا له التوفيق والنجاح فيما كلف به ودشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض نظام الحضور والانصراف عبر السمات الحيوية لمنسوب إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز آياتي ذلك اهتماما من سمو الأمير فيصل بن بندر وسمو نائبه بتطوير العمل وكفاءته الإدارية وتحقيق الأداف المنشودة عبر منظومة تقنية عالية الأداء والمتابعة وضمان الانتاجية المهانية بحث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي برؤساء المحاكم والمواطنين ومدير الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ومحافظي المحافظات بحث الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات سألنا المولى عز وجل أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة وطلع سمو أمير منطقة تبوك خلال ترأسه الاجتماع الدوري للمحافظين على تقارير سير العمل في المحافظات مؤكدا على أهمية تعاونهم مع الشركات المنفذة لمشاريع المنطقة وتسليل أعمالهم أشر الأمير فهد بن سلطان على أهمية الدوري المناطبهم لتلمس احتياجات المواطنين والمواطنات وخدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وأكد سمو أمير منطقة تبوك على أهمية مواصلة البدر والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمولي عهد الأمين جاء ذلك خلال لقاء الأمير فهد بن سلطان قائد قاعدة الملك فيصل الجوية في القطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم السلطان بمناسبة تكليفه قائدا للقاعدة متمنيا له دوام التوفيق أعد صاحب السمو الملكي أمير صعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية شبكة الطرق في المملكة رافضا حقيقيا من روافض الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال استضافته في مجلسه الأثنينية الأسبوعي مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية المؤندس أحمد الغامدي ومنسوبي الفرعة أشر أمير الشرقية إلى أن كثافة حركة النقل دليل على أن هناك تنمية وأن المشاريع التنموية تتسير في اتجاهها الصحيح مؤكدا أن جودة التنفيذ مهمة للغاية للخروج بمشاريع نوعية يستفيد منها الجميع وتسهم في تحقيق هدف السلامة على الطرقات وخماية الأرواح والممتلكات ونبقى أيضا في المنطقة الشرقية حيث رعى الأمير صعود بن نايف المؤتمر الدولي العاشر الجمعية الدولية للأمن الصناعي الذي تنظمه الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط بعنوان الأمن ممكن للنمو الاقتصادي على ذلك في مركز معارض الضهران يهدف المؤتمر الذي يشارك فيه مئة شركة وجهة أمنية محلية وعالمية إلى تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية وحماية المرافق الحساسة والرقمنة الأمنية وتوطين الصناعات والقطاعات الخدمية الأمنية شهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع رامك السعودية لخمس مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من المشالات وللمزيد حول هذا الموضوع عن أعمال المؤتمر العاشر الأمن الصناعي في الشرق الأوسط تلتحق بنا مراسلة أخبار السعودية في المنطقة الشرقية الزميلة أنفال الحارثي من الضهران تحديداً إكسبو أنفال أهلاً وسهلاً بك ابتداء ثم أنفال هلأ وضعتين والمشاهد الكريم في صورة هذا المؤتمر وما هي أبرز ملفاته والمنظمات المشاركة فيه تفضلي أنفال مساء الخير يوسف ومساء الخير على جميع المشاهدين نعم أنا الآن في ظهران إكسبو بمدينة الدمام حيث ينعقد المؤتمر العاشر للأمن الصناعي هنا في ظهران إكسبو يعني هذا المؤتمر يوسف أنا الآن في المعرض المصاحب لهذا المؤتمر والذي يعني يتناول كذلك المؤتمر عدة ورش عمل وكذلك هناك المحاضرات وأيضاً هناك دورات متخصصة يعني إذا ما تحدثنا عن الدورات المتخصصة هناك ست دورات متخصصة وإذا ما تحدثنا عن المحاضرات هناك 33 محاضرة والمتحدثين هناك تقريباً 52 متحدث يوسف أنا الآن تحديداً بالمعرض هذا المعرض والذي هناك عدة جهات محلية وعالمية خلنا نتعرف على أهمية هذا المؤتمر مع اللواء سعد الغامدي وهو قائد قوة منشآت بالمنطقة الشرقية سابقاً أهلاً فيك اللواء سعد الغامدي بداية يعني مساء الخير عليك الله يمسيكم بالخير وجميع من مشاهدي القناة السعودية الأولى طيب اللواء سعد حدثنا عن أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر لأول مرة بالمملكة العربية السعودية حقيقة المملكة العربية السعودية تحرص دائماً على توفير أفضل السبل للحماية الأمنية المؤتمر هذا من المؤتمرات المهمة للغاية في مجال الأمن كما تشاهدين اليوم عدد كبير من الشركات متواجدة وقدمت أجهزة وأنظمة حديثة جداً نسأل الله أن ينفع بها اللواء سعد لو تحدثنا عن وأمن الصناعي والمشاهدين الأمن الصناعي هي منظومة متكاملة من رجال الأمن أرامك السعودية وأيضاً جهات أمنية أخرى مثل قوات أمن المنشآت وهذه الجهات تعمل على حماية المنشآت النفطية والحيوية والاقتصادية في المملكة بصفة عامة سعد بما أننا الآن بالمعرض لو تحدثنا كيف رأيت المعرض والتقنيات المعروضة الآن لهذه الجهات حقيقة نقول خالص الشكر للجمعية الدولية للأمن الصناعي على تهيئة مثل هذا المعرض هذا المعرض أنا أعتبره ثروة كونه يحوي عدد كبير من الشركات المصنعة والمنتجة للأنظمة الأمنية على مستوى العالم تجتمع في مكان واحد تعرض منتجاتها والحمد لله حرص المملكة على الحصول على أفضل تقنية لمواجهة الأحداث الأمنية يتحقق بمثل هذه المؤتمرات شكرا لك شكرا لكم إذن يوسف افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم هذا المؤتمر والذي سيستمر يوم الغد يوم الأربعة وكذلك يوم الخميس بالمحاضرات وكذلك المعرض المصاحب نعم زميل أنفال الحارثي وأنت مراسلة أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من الظهران شكرا جزيلا لك أنفال على هذه التغطية وهذا التنوير وشكرا أيضا لضيفك الكريم شكرا لكم نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العز بن مساعد أمير منطقة نجران بهمية دور رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة في تنمية الاقتصاد الوطني لا سيما مع التوجه للاعتماد على المنتجات غير النفطية أكد في مجلس الأسبوعية الثنينية أن رؤية عشرين ثلاثين جعلت هؤلاء الرواد والأسر من أهم محركات النمو الاقتصادي مؤكدا تسخير جميع الإمكانات لخدمتهم وتيسير أعمالهم وتحقيق أهدافهم مشيدا بدور رجال الأمن في صون وحماية الوطني وأمنه ونوه أمير منطقة نجران بالدعم غير المحدود الذي تحضى به وصارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من القيادة الرشيدة وأشهد الأمير جلوي بن عبد العزيز خلال لقائه الفريق الركن صاحب السمو الملكي الأمير نائف بن ماجد بن سعود بن عبد العزيز رئيس الجهاز العسكري في الحرس الوطني يرافقه عدد من منسوب الحرس الوطني أشهد ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية من القطاعات كفاء المرابطة على الحدود الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملكي والوطن كما شهد سمو أمير منطقة نجران توقع مذكرة تفاهم بين وزارة الحرس الوطني وجامعة نجران لاستفادة من الخبرات والإمكانات والإنشاءات والبنية التحتية المتوفرة لدى الجهتين بما يحقق تطلعات ويرتقي بمستوى العمل نحو مزيد من التكامل والتنسيق البناء الذي يخدم المصلحة العامة وأشدد الأمير جلوي بن عبد العزيز على أمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الحكومية ونبقى في نجران حيث رعى سمو أمير المنطقة الحفل الختمي لمسابقة الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية للمرابطين على الحدود من منسوب قوات وزارة الحرس الوطني في دورتها الثانية أعرب الأمير جلوي بن عبد العزيز عن شكره لسمو وزير الحرس الوطني على إنشاء هذه المسابقة العظيمة ولجميع القائمين عليها ومن نجران إلى القصيم حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الفيديو الترويجي لفعاليات منطقة الاستثمار في منطقة القصيم الذي سينطلق غدا الأربعاء واستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المشآت الحكومية والصانعي القرار في ثمان قطاعات حيوية وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة أطلع سمو أمير منطقة القصيم على ما يحويه الملتقة من برامج متنوعة تصور مستقبل الاستثمار في المملكة ورحلة الاستثمار وواقعه والتسهيلات المقدمة في منطقة القصيم وللإطلاع أكثر عن حول هذا الملتقة ملتقة القصيم للاستثمار يلتحق بنا مباشرة من منطقة القصيم مراسل أخبار السعودية الزميل علي العطنان علي أهلا وسهلا بك ابتداء إلى نشرة الظهيرة ثم علي ماذا عن هذا الملتقة وما هي أبرز أجندته ومتنوهلاته وكيف سيكون مستوى الحضور فيه تفضل علي نعم مساء الخير يوسف شكرا لك ولي طبعا المتابع الكريم نتواجد الآن في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة تبريدة هذا المركز الذي سيحتضن ملتقة الاستثمار بالقصيم هذا الملتقة اللي أطلق هوية وأيضا استراتيجية وكذلك أهدافه ومحاوره سمو أمير منطقة القصيم يوم الأمس وسينطلق بمشاءة الله يوم الغد برعاية من سمو أمير منطقة القصيم بحضور عدد من المسؤولين وأيضا المشاركين في هذا الملتقة الاستثماري اللي يهتم بتعزيز الاستثمار وجذب كذلك الاستثمار منطقة القصيم وكذلك التسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة عن هذا الملتقة وعن أبرز الأهداف والجهات المشاركة وأيضا التوصيات اللي يعني يحرصون على الوصول إليها أشرب بضيفنا الكريم الأستاذ يزيد المحميد مدير عام الاستثمار بأمانة منطقة القصيم أهلا بك أستاذ يزيد يعطيك العافية تعرف المشاهد على ملتقة الاستثمار بالقصيم أهلا وسهلا ومرحبا ونحييكم ونرحب فيك على جانب الأعمال النهائية إن شاء الله لانطلاق أعمال الملتقة الاستثمار بالقصيم الذي ينطلق مساء يوم وغد برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بمركز الملك خادر الحضاري بمدينة بريدة بتنظيم أمانة منطقة القصيم وإشراف أمارة المنطقة وبمشاركة العديد من الجهات وذلك بمركز الملك خادر الحضاري ويستمر لمدة ثلاث أيام متتالية ماذا عن أبرز الأهداف والغيات التي تسعون لتحقيقها من خلال هذا الملتقة نهدف عبر ملتقة الاستثمار بالقصيم في نسخته الأولى إلى إبراز المزايا النسبية بالمنطقة وأبرز اقتصاديات المنطقة والإعلان عن الفرص الاستثمارية الكبرى على مستوى منطقة القصيم وتسويقها أمام المستثمرين والقطاع الخاص بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار بالمنطقة بشكل عام وإيجاد الحلول المناسبة والتحديات بمشاركة الجهات المعنية ماذا عن الجهات المشاركة معكم؟ الجهات المختصة في هذا الجانب الجانب الاستثماري؟ نعم صحيح تشارك معنا العديد من الجهات المعنية وصاحبة القرار في هذا الاختصاص على مجال الشركاء الاستراتيجيين شركة أرامكو وشركة معادن بالإضافة إلى وزارة الاستثمار ووزارة الشرابية وقروية ووزارة التجارة وعديد من الجهات أهلا وسهلا شكرا إذن يوسف هذه لمحة سريعة على ملتق الاستثمار في منطقة القصيم طبعا هذا الملتقى اللي يتضمن العديد من المسارات تعنى بالثروة الصناعية والتعدينية كذلك الجوانب الصحية وأيضا تعزيز الاستثمار في المناطق العقارية والعديد من المسارات اللي يتضمنها هذا الملتقى وسينطلق بمشاهدة الله يوم الغد هنا في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدات تفضل لي يوسف نعم الزميل علي العطنان وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من القصيم شكرا جزيلا لك علي على هذه التغطية وعلى هذا الإطلاع والإجابات الوافية من ضيفك الكريم حول ملتقى القصيم للاستثمار شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا لضيفك الكريم ونبقى أيضا في منطقة القصيم حيث أشهد سمو أمير منطقة القصيم بما حققته مسك من دول ريادية لدعم الشباب من أبناء الوطن التي تسعى من خلال مبادرتها إلى التكامل والوصول للشباب السعودي الطموح تقديم مسارات وبرامج بهدف تحفيزها وتمكينها من صناعة الأثر في مختلف مناطق المملكة أستمع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل خلال لقائه بفاريق من مؤسسة مسك برئاسة ناصر المطيري إلى شرح عن برنامج صوت الشباب تسلم بالرأس صاحب السمو الملكية أمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة لاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء للعام الجاري الذي شهد استعراض أكثر من عشرين مشروعا إنشائيا وتطويريا لمراكز ومجالس وملاعب الأحياء والمراكز الحرافية بميزانية تجاوزت سبعين مليون ريال وناقش المجلس مسجدات مشروع القبة الرياضية الاجتماعية ووفق على إقامة ملتقى مجالس الأحياء الاجتماعية بشكل سنوي تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي عن جهود فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة أكد خلال لقائه بمدير الفرع عبد الرحمن العنزي على دور الهيئة في الارتقاء بمستوى إدارة الأصول العقارية للدولة وتعزيز حمايتها ورفع كفاءتها الانتاجية وتعظيم دورها التنموي واستخدامها بالشكل الأمثل بما يسهم في رفع كفاءة الانفاق وتحقيق أهداف رؤية عشرين ثلاثين التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة بالرئيس التنفيذي لدارة الملك عبد العزيز تركي الشويعر بمناسبة تعيينه متمنيا له التوفيق والنجاح فيما كلف به تسلم صاحب السمو الملكي الأمير صعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير الاحصائي عن عمال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنشطتها واستمع خلال إلقائه بمدير فرع المؤسسة عيد العنزي لشرح حول ما تقدمه التأمينات من خدمات للمستفيدين عبر التحول الرقمي وتقديم الخدمات الاستباقية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء الخدمات وتوفير جميع المعاملات والخدمات إلكترونيا لجميع المشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل انطلقت أعمال المنتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية في جدة والذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة أكثر من سبعة وثلاثين من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية وبحريات خمس عشرة دولة شقيقة وصديقة إضافة إلى مختصين وخبراء عسكريين وأكاديميين من داخل وخارج المملكة وللمزيد حول هذا الملتقى يلتحق بنا مباشرة من جدة مراسل أخبار السعودية الزميل عبدالله الغامد يا عبدالله أهلا وسهلا بك ابتداء إلى نشرة الظهيرة ثم عبدالله ماذا عن هذا الملتقى وما هي أهم محتويات أعماله وكذلك المشاركين فيه تفضل عبدالله الله يمسيك بالخير يوسف ويمسي متابعي أخبار السعودية الحقيقة الملتقى انطلق صباح هذا اليوم بمجموعة من الجلسات والحوارات والنقاشات حول عدد من المحاور المتمثلة في خمسة محاور رئيسية جهزت لكي يتم نقاشها من خلال هذه الحلقات أو من خلال هذه الجلسات الحوارية أيضا هناك معرض مصاحب يتم من خلاله عرض التقنيات الحديثة التي وصلت إليها القطاعات العسكرية وأيضا القطاعات السعودية التي تعمل تحت إدارة الصناعات العسكرية الحقيقة ودي أول شيء أرحب بضيفي وضيفكم الرائد البحري مهند بن محمد الفالح أول شيء الله يعطيك العافية وسمحنا على إطالة ودينا ندخل في الموضوع مباشرة نتكلم عن هذا الملتقى ويش الأهداف والمخرجات منه حيك الله أستاذ اليوم إن شاء الله على وشك ختام اليوم الأول من أيام الملتقى البحرية السعودي الدولي الثاني الذي يحظى برعاية كريمة من سمو وزير الدفاع وبتشريف كريم من معالي رئيس هيئة الأركان ومعالي قائد القوات البحرية وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والضيوف المنوعين كما تفضلت أخي الكريم هذا الملتقى ينطلق بمحاور عديدة يتحدث فيها إن شاء الله على مدى ثلاثة أيام أكثر من سبعة وثلاثين متحدثا من الخبرات والقيادات العسكرية والمختصين في الأمور الاستراتيجية والأمنية والذكاء الاصطناعي والملاحة البحرية ستوزع إن شاء الله المحاور على مدى ثلاثة أيام وستدور حول موضوع رئيس هو حماية الوحدات البحرية والمراكز الحيوية الساحلية من الأنظمة غير المأهولة ويصحبها كما تفضلت معرض مصاحب نحن الآن موجودون فيه تستعرض فيه عدد من الشركات الوطنية والإقليمية والدولية آخر ما توصلت إليه الصناعة والتقنية والأمن الدفاعي بشكل عام شكرا لكم الرائد البحري مهند الفالح متحدث عن هذا الملتقى البحري الحقيقة مشاهدين الكرام جهود تذكر فتشكر من قبل القائمين على هذا الملتقى وأيضا جميع العاملين والمشاركين فيه نعم زميل يوسف إليك نعم زميل عبدالله الغامد وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من جدة شكرا جزيلا لك عبدالله هذه التغذية وهذه اللحاطة حول الملتقى البحر السعودي الدولي في نسختي الثانية وشكرا أيضا لضيفك الكريم شكرا جزيلا لكم نشرتنا مشاهدين الكرام انتهت بقي تذكير بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض سمو للعهد يترأس وفد المملكة لأعمال قمة الدول مجموعة العشرين في بالي وعلى هامش قمة العشرين ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وآثاق التعاون مع عدد من رؤساء دول قمة العشرين غادة دول مجموعة العشرين يستعرضون تحديات الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي وسبول مهاجهتها الشكر والثنع الجزيلة لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصراء والمتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة